ينضم إلينا من طرابلس عبدالقدوس العيساوي الصحفي والكاتب المختص بالشأن الليبي سيد العيساوي من المنتظر غدا أن يقوم مجلس النواب الليبي بتحديد موعد آخر لإقامة هذه الانتخابات لأي درجة تحقيق هذا الهدف ما زال أمرا ممكنا دون اللجوء لمساومات وأيضا تسويات سياسية نعم بداية أرحب بك وكل المشاهدين غدا إذا عقدت مجلس النواب جلسة مكتملة النصاب وجلسة وفق ما ينص عليه القانون أنا في الحقيقة لا أتأمل كثيرا من مجلس النواب في تحقيق شيء ملموز وشيء متقدم فيما يخص العملية الانتخابية القادمة لعدة أسباب لعل أبرز أن مجلس النواب لا زال يعامل المجلس الأعلى للدولة كجسم غير الجسم الذي تنص عليه الاتفاقيات أو الاتفاق السياسي الأخير وخارطة الطريق المجلس النواب لا ينظر إلى المجلس الأعلى للدولة كشريك سياسي لحل الأزمة السياسية التي وصلنا إليها اليوم مجلس النواب كان أيضا طرفا أساسيا في حالة الانسداد والانغلاق التي نعيشها اليوم التي سببت أيضا في تأجيل العملية الانتخابية فجلسة مجلس النواب يوم الغد هي بالنسبة للكثيرين ليست إلا محاولة لإرسال تهدئة أو لرسال رسائل طمأنة للشعب الليبي بأن الانتخابات لازلت قايمة وهي وفق ما يتصرف مجلس النوابية على العكس ذلك تأجيل الانتخابات نسف الكثير من الأمال نسف الكثير من الأحلام إذا لم يتجه غدا مجلس النواب للتباحث حول العودة إلى اجتماعات الغردقة والعودة للتباحث إلى قاعدة دستورية يمكن المضي بها قدما فمجلس النواب لازال لكن هل هذا ممكن سيد العيساوي هناك انتقادات كثيرة وجهت للعملية الانتخابية في ليبيا التي كانت مقررة أن هناك قصور قانوني سواء لناحية التنظيم سواء لناحية قبول المرشحين والطعون وهو ما أدى إلى عرقلة الموعد المفترض للانتخابات وليس الخلاف السياسي بين الأطراف فقط نعم ولكن المفوضية لم تقل ذلك المفوضية في كل مؤتمراتها في كل بياناتها تقول أنا استلمت القانون لا علاقة لي بما يحدث أنا أتلقى التعليمات من مجلس النواب مجلس النواب أصدر القانون وأنا سأعمل وفق القانون المفوضية لآخر بيان لها تقول أنها جاهزة لتنفيذ العملية الانتخابية هي قادرة على تنفيذ العملية الانتخابية وفق القانون الذي نصها مجلس النواب وكل معرقل العملية الانتخابية هو التأخر في إعلان الطعون المفوضية في آخر إعلانها أشارت إلى وجود هذا التقصير أو هذا القصور نشاهد هنا تضارب في بيانات المفوضية خصوصا في الفترة الأخيرة المفوضية أعلنت القوى القاهرة ولم تحدد ما هي القوى القاهرة لم توضح إلى الشعب الذي انتظر كثيرا الرابع والعشرين من ديسمبر ما هي القوى القاهرة التي عملت المفوضية على تأجيل الانتخابات هل القوى القاهرة ستزال خلال الثلاثين يوم التي حددتهم المفوضية أم لا هذا السؤال الذي يجب أن يتوقع يبدو أنك سيد الأيساوي تتشارك هذا الرأي مع أيضا المشري الذي حمل المفوضية هذه المسؤولية مسؤولية تأجيل الانتخابات وكذلك البعثة الأممية لكن أيضا أود أن أسألك حول ما الذي سيحدث الآن هناك حالة فراغ دستوري سيما وأن حكومة البيباي يفترض أنها باتت اليوم حكومة ربما خارج الموعد الذي شكلت لأجلها الرابع والعشرين من ديسمبر نعم بالنسبة لحديثك عن الفراغ الدستوري فليبيا تعيش الفراغ الدستوري منذ لم يضمن مجلس النواب خارطة الطريق منذ لم يضمن مجلس النواب الاتفاق السياسي كاملا التعديلات الدستورية التي كان ينتظرها الكثيرون لتسير العملية وفق المخطط له وفق ما تم اتفاق عليه لم تحدث من قبل مجلس النواب فليبيا منذ مدة هي تعيش فراغ دستوري المسودة الدستور جاهزة أيضا منذ مدة مجلس النواب لم ينظر لها إذا كانت المشكلة مشكلة دستورية مشكلة قانونية بحتة لحلت هذه المشكلة وكان الأشجر بمجلس النواب أن يجتمع وأن يطلب من المجلس الأعلى للقضاء بعدد تفعيل الدائرة الدستورية لحلت كثير من المشاكل الدستورية ولكن سيدي المشكلة في ليبيا كما قال الكثيرون هي مشكلة سياسية هي مشكلة عدم توافق الأطراف السياسية وهذا ما لم يعمل عليه مجلس النواب مجلس النواب كلما تتجه العملية إلى الانفراج كلما تتجه العملية إلى وجود توافق نجد مجلس النواب أو الكتلة التي تسيطر على مجلس النواب وعلى رأس عقالة صالح تحيد عن هذا المسار وتبتعد بيك وكأنها تحاول منع الليبيين من الوصول إلى استقرار دائم والوصول إلى أجسام دستورية قائمة بعيدة عن المراحل الانتقالية أشكرك جزيلا شكر عبدالقدوس العيساوي الكاتب الصحفي حدثتنا من طرابلس أشكرك جزيلا شكر عبدالقدوس العيساوي الكاتب الصحفي